مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو برلمان اليمن المنتخب وهو الذي يقرن القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يقوم بدوره الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية والحكومات المتعاقبة يتكون مجلس النواب من ثلاثمائة وواحد نائبا ينتخبون من قبل الشعب لمدة ست سنوات ويمثلون ثلاثمائة ودائرة انتخابية تشمل كافة مناطق ومحافظات البلاد تمت اخر انتخابات نيابية في العام الفين وثلاثة وانتهت فترة عمل البرلمان في العام الفين وتسعة لكنه تم التجديد لمدة سنتين باتفاق سياسي كما تم التمديد له ثانية لسنتين اضافيتين بموجب المبادرة الخليجية في العام الفين اربعة عشر قامت ميليشيا الحوثية الانقلابية باجتياح العاصمة صنعاء واقتحام مؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب واقاموا باغلاقه فتم نقله وبقية المؤسسات الى العاصمة المؤقتة عدن بقرار جمهوري لتعذر القيام بالمهام في صنعاء نزح البرلمانيون واعضاء الحكومة بعد الانقلاب الحوثي الى محافظات اخرى والى خارج اليمن والتقوا في الرياض مؤخرا للتشاور وتجميع النصاب والترتيب لاستئناف عقد جلسات المجلس داخل الوطن تفعيل دور مجلس النواب واعادة التئامه مجددا واطلاعه بمهامه وواجباته ومسؤولياته سيعمل على تطبيع الحياة السياسية واقرار ميزانية الحكومة والرقابة على اداء الحكومة والسلطة التنفيذية